ويدفع هذا التحول في قراءة الأولويات وعناصر قوتها بإيقادة الأحزاب الكبيرة إلى مراجعة المواقف والقراءات في ظل المتحقق على أرض الواقع لأن بعض الانشقاقات لم تعد مستحيلة بعد تحديد ملامح النفوذ الجديد سواء في تركيب الحكومية أو في استحقاقات ما بعد قانون الأمن الغذائي ويتدول سياسيون ومراقبون بسيناريوهات مختلفة من بينها انضمام متبادل في المعسكرين الكبيرين في إشارة إلى انضمام نواب إلى الإطار التنسقي وعودة آخرين إلى البيت الأول في قوة حالف الثلاثي ويتفق السياسيون والمراقبون على أهمية العقلانية في تهديئة أجواء التململ من النفوذ في التحالفات الكبيرة لأن التهميش داخل المكون الواحد يدفع إلى خيارات غير متوقعة ليس أقالها ضرراً الانتقال إلى المعسكر الآخر كنوع من الانتقام لا الإيمان بالمشروع المشترك